السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزاءنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن درس اليوم هو حل أنظمة معادلات بيانيا الجزء الثاني وهو الدرس الثاني في الوحدة الرابعة أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو إنشاء تمثيلات بيانية لأنظمة المعادلات الخطية ومعاينتها لتحديد عدد حلول النظام نبدأ بالتمهيد تعلمت عزيز الطالب في الدرس السابق كيفية تحديد عدد حلول نظام معادلات مكون من معادلتين والآن هل يمكنك تحديد ما إذا كان لكل نظام معادلات أدنى حل واحد أم عدد لا نهائي من الحلول أم ليس له حلا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة والآن مع الحل نبدأ بالفرع A لدينا النظام المكون من معادلتين المعادلة الأولى Y equals 5X minus 3 والمعادلة الثانية Y equals 5X plus 6 ولتحديد عدد الحلول لهذا النظام لا بد أن نحدد ميل كل معادلة ميل المعادلة الأولى 5 وميل المعادلة الثانية 5 إذن الميلين 5 و5 أيضا عزيز الطالب نحدد المقطع Y في كل معادلة المقطع Y في المعادلة الأولى negative 3 والمقطع Y في المعادلة الثانية 6 إذن المقطع Y negative 3 و6 إذن نظام المعادلات هذا ليس له حل لماذا؟ لأن المستقيمان لهما نفس الميل لكن المقطعين Y مختلفان ننتقل لحل الفرع B لدينا نظام المعادلات المكون من المعادلتين المعادلة الأولى Y equals 3X minus 9 والمعادلة الثانية Y equals 7X minus 4 بنفس الطريقة نجد ميل كل مستقيم إذن الميلين 3 و7 والمقطعين Y هما negative 9 و negative 4 إذن نظام المعادلات هذا له حل واحد لماذا؟ لأن الميلين مختلفان الفرع C بنفس الطريقة نجد ميل كل مستقيم إذن الميلين 4 and 4 والمقطعين Y هما negative 3 و negative 3 إذن نظام المعادلات هذا له عدد لا نهائي من الحلول لماذا؟ لأن المستقيمان لهما نفس الميل ونفس المقطع Y ننتقل إلى مثال 2 صفحة 15 من الكتاب المدرسي حل النظام المكون من المعادلتين المعادلة الأولى Y equals X minus 4 والمعادلة الثانية X minus 2Y equals negative 2 وذلك بتمثيل المعادلتين بيانيا لتحديد الحل والآن عزيز الطالب وقبل أن نبدأ في حل المثال أريد أن أسألك السؤال التالي هل المعادلة الثانية مكتوبة بصيغة الميل والمقطع؟ وضح إجابتك انظر إلى المعادلة الثانية أحسنت الإجابة هي كلا معامل المتغير Y ليس 1 والمعادلة ليست في الصورة Y equals MX plus B إذن لحل نظام المعادلات هذا أولا نكتب المعادلة الثانية بصيغة الميل والمقطع وذلك ليسهل تمثيلها البياني نعم أحسنت وذلك باتباع الخطوات التالية أولا اطرح 2X من الطرفين ثم بسط فينتج negative 2Y equals negative 2X minus 2 ولأن معامل Y لا يساوي 1 نقسم الطرفين على معامل Y negative 2 وبالاختصار والتبسيط ينتج Y equals negative 2 over negative 2X plus negative 2 over negative 2 أيضا وبالتبسيط ينتج Y equals X plus 1 وهكذا أصبح لدينا المعادلة الأولى Y equals X minus 4 والمعادلة الثانية Y equals X plus 1 بعد أن كتبت بصيغة الميل والمقطع والآن عزيزي الطالب برر منطقيا ماذا يمكن أن تقول عن الميل والمقطع Y للمعادلتين أي هل تتوقع أن يتقاطع التمثيلان بيانيا للمعادلتين وضح السبب نعم أحسنت الإجابة هي لن يتقاطعا لأن لهما نفس الميل لكن المقطعين Y مختلفان ولنكمل الحل لا بد أن نمثل المعادلة الأولى Y equals X minus 4 في المستوى الإحداثي المجاور وبما أن المقطع Y لهذه المعادلة هو negative 4 نعين النقطة الأولى عند زيره negative 4 والآن عزيزي الطالب لتعيين النقطة الثانية نعوض أي قيمة نختارها عن المتغير X في المعادلة لإيجاد قيمة Y المقابلة لها ولتكن العدد 4 أي Y equals 4 minus 4 equals 0 أي أن النقطة الثانية هي 4 and 0 نعين النقطة 4 and 0 في المستوى الإحداثي ونرسم المستقيم الذي يمر بالنقطتين فيتكون التمثيل البياني للمعادلة الأولى وباتباع نفس الخطوات نرسم المعادلة الثانية وبما أن المقطع Y لهذه المعادلة هو 1 نعين النقطة الأولى عند 0 and 1 والآن عزيزي الطالب لتعيين النقطة الثانية نعوض أي قيمة نختارها عن المتغير X في المعادلة لإيجاد قيمة Y المقابلة لها ولتكن negative 1 فتصبح Y equals negative 1 plus 1 equals 0 أي أن النقطة الثانية هي negative 1 and 0 نعين النقطة الثانية في المستوى الإحداثي عند negative 1 and 0 نرسم المستقيم الذي يمر بالنقطتين فيتكون التمثيل البياني لهذا النظام المكون من معادلتين والآن عزيزي الطالب ماذا تلاحظ من الرسم؟ أحسنت المستقيمان متوازيان لا توجد نقطة تقاطع أي لا يوجد زوج مرتب X and Y يحقق كلتا المعادلتين إذن النظام ليس له حل ننتقل إلى مثال 3 صفحة 15 من الكتاب المدرسي حل النظام المكون من المعادلتين المعادلة الأولى Y equals 1 over 2 X plus 3 والمعادلة الثانية negative 3 X plus 6 Y equals 18 وذلك بتمثيل المعادلتين بيانياً لتحديد الحل باستخدام المستوى الإحداثي أدناه والآن عزيزي الطالب انظر إلى النظام ما العلاقة التي تلاحظها بين المعادلة الأولى Y equals 1 over 2 X plus 3 والمعادلة الثانية negative 3 X plus 6 Y equals 18 فكر نعم أحسنت المعادلة الثانية هي نفس المعادلة الأولى مضروبة في 6 وبالتالي تمثلان نفس المستقيم إذن للنظام عدد لا نهائي من الحلول وهذا ما سنشاهده بعد تمثيل المعادلتان بيانياً والآن لابد أن نقوم بكتابة المعادلة الثانية بصيغة الميل والمقطع ليسهل علينا تمثيلها البياني اجمع 3 X للطرفين ثم بسط فينتج 6 Y equals 3 X plus 18 لاحظ هنا أن معامل Y ليس 1 إذن نقسم الطرفين على العدد 6 وبالتبسيط ينتج Y equals 3 over 6 X plus 18 over 6 أيضاً وبالاختصار والتبسيط ينتج Y equals 1 over 2 X plus 3 وهكذا أصبح لدينا المعادلة الأولى Y equals 1 over 2 X plus 3 والمعادلة الثانية بعد أن تم كتابتها بصيغة الميل والمقطع Y equals 1 over 2 X plus 3 والآن أريد أن أسألك السؤال التالي إذا تساوى ميلام عادلتين خطيتين فهل تمثلان نفس المستقيم؟ فكر الإجابة بسيطة أحسنت الإجابة هي كلا إذا كان المقطعان مختلفين يكون المستقيمان متوازيين وفي هاتين المعادلتين المقطعان Y متساويان لذلك هما تمثلان نفس المستقيم والآن ولتمثيل المعادلة الأولى Y equals 1 over 2 X plus 3 وبما أن المقطع Y لهذه المعادلة 3 نعين النقطة الأولى عند 0 and 3 ولتعين النقطة الثانية نعوض أي قيمة نختارها عن المتغير X في المعادلة لإيجاد قيمة Y المقابلة لها ولتكن العدد 4 فينتج Y equals 1 over 2 times 4 plus 3 وبالتبسيط ينتج 5 أي أن النقطة الثانية هي 4 and 5 نعين النقطة الثانية في المستوى الإحداثي ونرسم المستقيم الذي يمر من نقطتين فيتكون التمثيل البياني للمعادلة الأولى وبما أن المعادلة الثانية مطابقة للمعادلة الأولى فهما تمثلان نفس المستقيم فيكون التمثيل البياني للمستقيم الثاني هو نفس المستقيم الأول فيتكون التمثيل البياني لهذا النظام المكون من معادلتين والآن عزيز الطالب ماذا تلاحظ من التمثيل البياني؟ أحسنت أن كل نقطة X and Y على المستقيم تمثل حلا وذلك لأن التمثيل البياني للمعادلتين هو المستقيم نفسه إذن للنظام عدد لا نهائي من الحلول أي يوجد عدد لا نهائي من الأزواج X and Y التي تحق كلتا المعادلتين إذن للنظام عدد لا نهائي من الحلول نصل الآن إلى حاول أن تحل صفحة 15 من الكتاب المدرسي حل كل نظام أدناه وذلك باستعمال التمثيل البياني وصف الحلول أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة لا بد أنك توصلت إلى إجابة والآن عزيز الطالب قارن ما توصلت إليه مع الحل لدينا نظام المعادلات المكون من معادلتين ولسهولة تمثيل المعادلتين بيانيا سنعيد كتابة المعادلتين بصيغة الميل والمقطع المعادلة الأولى 5X plus Y equals negative 3 اطرح 5X من الطرفين ثم بسط فينتج Y equals negative 5X minus 3 هل معامل Y1؟ نعم إذن المعادلة الآن أصبحت بصيغة الميل والمقطع المعادلة الثانية 10X plus 2Y equals negative 6 اطرح 10X من الطرفين ثم بسط فينتج 2Y equals negative 10X minus 6 لاحظ هنا أن معامل Y هو 2 وليس 1 أحسنت اقسم الطرفين على العدد 2 وبالاختصار والتبسيط ينتج Y equals negative 5X minus 3 وهكذا أصبح لدينا نظام المعادلات مكتوبا بصيغة الميل والمقطع والآن عزيز الطالب أريد أن أسألك السؤال التالي هل تؤثر حقيقة أن ميلي المعادلتين سالبان في عدد الحلول؟ وضح إجابتك فكر الإجابة هي كلا ما يؤثر هو حقيقة أن الميلين متساويان وأن المقطعين Y متساويان أي أن النظام له عدد لا نهائي من الحلول والآن نبدأ بتمثيل المعادلة الأولى Y equals negative 5X minus 3 بما أن المقطع Y يساوي negative 3 نعين النقطة الأولى عند 0 and negative 3 ولتعين النقطة الثانية نعوض أي قيمة نختارها عن المتغير X في المعادلة لإيجاد قيمة Y المقابلة لها ولتكون negative 1 فينتج Y equals negative 5X negative 1 minus 3 equals 2 أي أن النقطة الثانية هي negative 1 and 2 نعين النقطة الثانية في المستوى الإحداثي نرسم المستقيم الذي يمر بالنقطتين فينتج التمثيل البياني للمعادلة الأولى نرسم المعادلة الثانية وبما أن المعادلة الثانية مطابقة للمعادلة الأولى فهما تمثلان نفس المستقيم فيكون التمثيل البياني للمستقيم الثاني هو نفس المستقيم الأول فيتكون التمثيل البياني لهذا النظام المكون من معادلتين والآن عزيز الطالب ماذا تلاحظ؟ التمثيل البياني للمعادلتين هو المستقيم نفسه كل النقاط على المستقيم تعد حلولا للنظام أي يوجد عدد لا نهائي من الأزواج X&Y التي تحقق كلتا المعادلتين إذن للنظام عدد لا نهائي من الحلول ننتقل إلى الفرع B من حاول أن تحل صفحة 50 من الكتاب المدرسي أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة لا بد أنك توصلت إلى إجابة والآن قارن ما توصلت إليه مع الحل لدينا نظام المعادلات المكون من المعادلتين المعادلة الأولى 1 over 3X plus Y equals 7 والمعادلة الثانية 2X plus 6Y equals 12 ولتمثيل المعادلتين بيانيا نعيد كتابة المعادلتين بصيغة الميل والمقطع ليسهل علينا تمثيلهما المعادلة الأولى 1 over 3X plus Y equals 7 إطرح 1 over 3X من الطرفين وبسط فينتج Y equals negative 1 over 3X plus 7 وهذه المعادلة بصيغة الميل والمقطع المعادلة الثانية 2X plus 6Y equals 12 الخطوة الأولى إطرح 2X من الطرفين ثم بسط فينتج 6Y equals negative 2X plus 12 والآن هل هذه المعادلة بصيغة الميل والمقطع أي هل معامل Y هو 1 بالتأكيد لا لأن معامل Y هو 6 إذن الخطوة الثانية اقسم الطرفين على العدد 6 وبالاختصار والتبسيط ينتج Y equals negative 1 over 3X plus 2 وهكذا قمنا بكتابة المعادلتين بصيغة الميل والمقطع نبدأ بتعين المعادلة الأولى وبما أن المقطع Y يساوي 7 نعين النقطة الأولى عند 0 and 7 ولتعين النقطة الثانية نعوض أي قيمة نختارها عن المتغير X في المعادلة لإيجاد قيمة Y المقابلة لها ولتكن العدد 3 إذن Y equals negative 1 over 3X plus 7 وبالاختصار ينتج 6 أي أن النقطة الثانية هي 3 and 6 نعين النقطة الثانية في المستوى الإحداثي ونرسم المستقيم الذي يمر بالنقطتين والآن نمثل المعادلة الثانية وبما أن المقطع Y يساوي 2 نعين النقطة الأولى عند 0 and 2 ولتعين النقطة الثانية نتبع نفس الطريقة نعوض أي قيمة نختارها عن المتغير X في المعادلة لإيجاد قيمة Y المقابلة لها ولتكن العدد 3 فينتج Y equals negative 1 over 3 times 3 plus 2 وبالاختصار والتبسيط ينتج 1 أي أن النقطة الثانية هي 3 and 1 نعين النقطة الثانية في المستوى الإحداثي ونرسم المستقيم الذي يمر بالنقطتين فيتكون التمثيل البياني لهذا النظام المكون من معادلتين والآن عزيز الطالب ماذا تلاحظ؟ المستقيمان متوازيان ولا يتقاطعان أبداً لا توجد نقطة تقاطع أي لا يوجد زوج مرتب X&Y يحقق كلتا المعادلتين إذن النظام ليس له حل وهكذا يكون قد انتهى درس اليوم شكراً على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن ترجمة نانسي قنقر